طيب ده بالنسبة للكرة الأفريقية وعلى ذكر بقى الكرة الأفريقية الكلاش اللي حاصل بين الترنج والوداد مزال قائم الاتحاد الأفريقي من خلال لجنة الطوارئ زي ما انتم عارفين قررت إعادة المباراة اللي كانت تلعبت في أستاذ رادس وكانت الحيثيات إنه المباراة ما كانتش آمنة واستند الجانب المغربي على الكثير من التفاصيل دعمها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لما هو نفسه تلقى تهديدات من رئيس الترجل مش ده سبب القانوني أستاذ إبراهيم عشان الناس بس ما تروحش إن أي ملعب طالما الحكم ما انهاش المباراة نقدر نقول مباراة غير آمنة الأساس النواحي القانونية الفنية قالوا لهم المباراة بالفار ولما جاءت لحظة الاحتكام بالفار قالوا لهم لا كتبة إبريل مفيش فار الجانب المغربي لما تحدث في الفار المسؤولين بتقول الاتحاد الأفريقي قال لك قانونا الفار مش من الأركان القانونية للمباراة طب هو عاد عشان الأمد أيوة الجانب الوداد قدر يثبت إن الحالة اللي كانت عليها المباراة في الملعب والتهديدات اللي تلقاها الجانب المغربي واستند إلى شكوى الرئيس الاتحاد نفسه أخد لك بمزاجنا لأن دي أسباب الذي تعرض له الوداد نص ما تعرض له النادي الأهلي بالموسم الماضي بالمناسبة الأهلي كان قدم احتجاج وقتها لقدم لكنه هو أنت بتبحث لاحتجاج إمتى يعني وشهرين هي الإرادة فيه إرادة هنا أنك تدي البطولة تكون في تونس وتتجاه الحق الأهلي وفيه إرادة هنا أن تذهب البطولة إلى الوداد نفس السبب نفس السبب طب أنا أقول لك حاجة فيه كلام منسوب لأحمد أحمد في مجلة مايوركا الأسبانية أنه قال أن الأهلي تظلم في البطولة دي واللي قابليه يعني قال كده بالمناسبة انفنتينو النهاردة له تصريح مهم جدا في الكيب الفرنسية انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي قال أن احنا منزعجين مما يجري في الاتحاد الأفريقي بس احنا بنتابع ما يحدث والجديد قال أن احنا عندنا شكاوي جاية من عدد من الاتحادات المحلية بتطلبنا بالتدخل لكن احنا بنرجي أي شيء لحين التحقيقات علينا أن نحترم احتمالية تبرئة أحمد أحمد من خلال التحقيقات لكن لو صدر من لجان التحقيق ما هو عكس ذلك سنتدخل بسرعة لأن تهمنا مصلحة أفريقيا وصمعة الكرة حتى الآن سيبكم من مسألة أن التحقيقات التي جرت في فرنسا تم إخلاق سبيل أحمد أحمد دون توجيه عقاب أو اتهام لكنه هي للفكرة أن لجنة الإخلاق في الاتحاد الدولي بتحقق باهتمام شديد في الكثير من الوقايع المتهم بها أحمد أحمد وبعض مسؤول الكاف الجديد الذي أقولكم أنه حتى لما صدر القرار بتاع إعادة مباراة الوداد والتراجي وقيل أنها تتلعب أو تقرر أنها تتلعب في أرض محايدة قيل أنه ممكن تكون مصر وممكن تكون جوانس بيرج الاتحاد الأفريقي كان حدد للاتحاد التونسي أو لناد التراجي 72 ساعة يرجع الكاس والميداليات الجديد أنه مسؤول التراجي دلوقتي بيقول له لا إحنا مش هنلعب الكاس كاسنا واللقب لقابنا والشغلانة فضت إحنا مش هنلعب ده حقنا والمباراة انتهت ده كلام في الصحافة التونسية على لسان وليد العارم عضو نادي أو عضو هاية نادي التراجي قال أن فريقه لن يخد مباراة النهائي المعادة وقال أن الاتحاد الأفريقي خالف اللاحة بتاعته وأن فريقه متمسك بكل حقوقي وهذه المباراة لن نوافق على إعادتها وقال أن لعبونا تحلوا بالانضباط ولم يغادروا الميدان إلى غاية إعلان الحكم نهاية المباراة ده الجانب التونسي طيب مش هنلعب طيب مش لاعب هن رجعت الجوائز اللي خدتها بينها على طالب الاتحاد لأن يطلع في ساعتها أن الجانب التونسي سيلتزم الله أعلم إذا كان رجعوا الجوائز يبقى بيتناقض مع هذا التصريح الجديد أن الطرف الثاني الوداد قال لك وأنا مش هلعب أنا مش مطالب إن أن ألعب المباراة ثبت إن هي غير قانونية المباراة ألغيت وبالتالي حقي تتحسب لي مكسب فأنا البطل بدون الحاجة إن أنا ألعب مباراة الإعادة الله 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 فالتصريح على لسان رئيس نادي الوداد سعيد الناصري لوكالة فرانس بريس النهاردة قال إن النادي قرر تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي الكاس ضد قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة هذه المباراة وقال الناصري قررنا تقديم اعتراض لدى المحكمة لأن الكاف أقر عدم قانونية أو عدم توفر كافة الشروط الأمنية داخل الملعب وقال الرئيس الوداد القانون واضح في هذه الحالة إذا يجب أن يعلن الفريق المنظم أو المنظم خاسرا وتعود إلينا الكاس واللعب يعني يا سيد إبراهيم يعني كلنا شايفين إن سبب انفجار المشكلة هدف ملغي ها ها؟ أي ورفض الجانب المغربي استقناف اللعب إلا بعد اللجوء إلى الفار أي قالوا له ما فيش فار أي والحكم وقف ما كانش بسبب لغتحام ملعب ولا يعني أنت حتى المحكمة حكمت بما لم يطلب به صاحب الدعوة يعني فيه مبدأ قانوني المحكمة ما تديلكش طلب أنت مش طالبه أي يعني كنت بعد كده تكيف موقفك القانوني على ضوء القرار الذي يصدر ونخده في سكة عدم الأمان أنا مش مرتاح لما يحدث سواء ولو إني ولو إني متضامن ومتعاطف مع الجانب الودادي أدي لأنه فعلا فيه جون سليم يتلغى كان يغير من مجرات الأمور زي ما كان فيه جون سليم يتلغى لبيترو إتليتكو كان لا يدفع بالترجي إلى المبرانة النهائية زي ما كان فيه قرارات خطيئة بإيقاف أظهر وتهديد كارتيرون وإصابة شام محمد والاعتداء على والحالة الأمنية والحالة الأمنية والحالة الأمنية والترويع وترويع واغتيال معنوي حصل للنادي الأهلي ولم يتدخل أحد لحماية النادي الأهلي وهذه هي المسألة اللي عايزة نقشها بهدوء مع المسؤولين عن الكرة المصرية كيف ترون الأهلي مشكلتكم مع الأهلي فين عشان نحلها هل هي في أشخاص مش لدين عليكم هل هي في مواقف النادي الأهلي بيتبناها لأنه عايزة يمشي دغري مهم يعني مطلوب النادي الأهلي يعمل إيه عشان ترضوا عنه ولا أنتوا اللي لقدم تغيروا مفهومكوا عشان تحققوا الفير بلاي كل دي مساء لا يمكن أن يعني إذا طلعنا من الموسم ده بهذا المكسب إن إحنا نحط إدنا إن إحنا ما نتعرضش لهذه الضغوط الموسم الجاي بكلها لابد من تصفيت كل الأجواء التي تعرض لها النادي الأهلي هذا الموسم هذا غير مقبول وغير عادل كرة القدم أستاذ إبراهيم هي متعة في كل العالم إلا في مصر إحنا عندنا كرة قدم بتتاخد بالتوجيه الاتحاد السنادي زي الاتحاد الأفريقا هو يقول لك عايز يدي هنا ويدي هنا ويدي هنا الله أعلم وبعد كده ما يطلع رئيس الاتحاد يتكلم أنه يعني أنه كان شايف فيه عدم عدالة في مباراة الوداد وكان شايف فيه عدم عدالة سنتين وراء بعد للنادي الأهلي طب أنت رئيس الاتحاد وهم لرئيس الاتحاد المصري فهناك شك ولم يتحرك معها كل هذه علامات استفهام لا يمكن أن يوصم النادي الأهلي أنه تراب الميكر لأن مين عنده صبر صنع الأزمات والمشاكل مين عنده صبر يتحمل كل كم هذا الظلم مين فيش حد فالنهاردة النادي الأهلي وهو يفجر المواقف ويصعب بصرف النظر لأن طبعا أنا قلتلك أنت بتشتكي من الاتحاد إلى الاتحاد إلى الاتحاد المناصب الدولية عندنا وكأنك تشكو نفسك لنفسك